اشتركوا في القناة ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل دروسنا في شرح نظم الإمام بن عاشر عليه رحمة الله تعالى وكنا قد ذكرنا فيما مضى الصفات الواجبة في حق المولى تبارك وتعالى والصفات المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى والقسم الثالث ما يجوز في حق المولى تبارك وتعالى بعد أن أنهى الإمام بن عاشر الحديث عن ما يجب ويستحيل ويجوز في حق مولانا سبحانه عز وجل عقلا تحدث بعد ذلك عن الأدلة العقلية على وجه الخصوص لهذه الصفات التي ذكرها فقال عليه رحمة الله وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدة للصانع لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان وذام حال وحدوث العالم بفتح الله من حدث الأعراض مع تلازمه طيب قبل أن نشرح هذه الأبيات هناك كلمات في هذه الأبيات من الأحسن أن نتعرف على معانيها أولا مما ذكره في هذه الأبيات كلمة المحدث في قوله حاجة كل محدث بفتحية الدال المهملة محدث المحدث هو الموجود بعد العدم كل موجود بعد عدم فهو محدث وهذا ينطبق على جميع المخلوقات أو يسقط على جميع المخلوقات على كل ما هو مخلوق لأنه كما قلنا سلفا الموجود قسمان إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا لا قسم ثالثة بينهما كش قسم ثالثة بين القديم والحادث فنحن نتحدث عن المحدث وهو الحادث ولا نتحدث عن المحدث وهو القديم مولانا تبارك وتعالى قال هنا المحدث هو الموجود بعد العدم يعني لم يكن موجود كان في العدم ثم بعد ذلك أخرجه مولانا تبارك وتعالى إلى الوجود فهو موجود إذن إذا سمعت هذه الكلمة المحدث أو الحادث فهو ذلك المخلوق الذي لم يكن موجودا كان في العدم ثم خرج إلى الوجود بفعل فاعل هذا الفاعل عندنا نحن هو الله سبحانه عز وجل كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم ومن الكلمات المذكورة في هذه الأبيض الصانع في قوله حاجة كل محدث للصانع الصانع هو الذي أنشأ الشيء وأوجده المخلوقات عبارة عن صنع مصنوعات أما الفاعل فهو الصانع من صانع الشيء إذا أوجده وأنشأه كذلك مما ذكر في الأبيات الأكوان في قوله لو حدثت بنفسها الأكوان لو حدثت بنفسها الأكوان الأكوان جمع كون والكون يطلق على جملة الموجودات التي لها مكان وزمان هذه المخلوقات جميعا التي لها مكان وزمان تسمى بي الأكوان تسمى بي العوالم الكون أو العالم كذلك من كلمات التي ذكرها النظم في هذه الأبيات التساوي في قوله لجتمع التساوي التساوي هو ما كان أحد الطرفين مساويا للآخر إذا إذا تساوى طرفان نقول عنهما بأنهما بأنهما متساويا أو يتصفان بصفة التساوي ككفتي الميزان هذا عبارة هذا مثال للتساوي كفتاء الميزان كل كفة تساوي الكفة الأخرى دون غلبة أحدهما على الآخر إذن فالتساوي هو ما كان أحد الطرفين مساويا للطرف الآخر لا أنقص منه ولا أزيد منه كذلك مما ذكر الرجحان في قوله الاجتمع التساوي والرجحان الرجحان هو غلبة أحد الطرفين على الآخر عكس التساوي غلبة أحد الطرفين على الآخر نأتي بنفس المثال له كفة الميزان قبل أن نضع أي شيء في كفة من كفتي الميزان الطرفان متساويا إذا وضعت شيئا في إحدى الكفتين فنزلت الكفة نقول هنا رجحت كفة على كفة هذا هو الرجحان غلبت كفة على كفة هذا هو الرجحان إذن وغلبت أحد الطرفين على الآخر أو إذا غلب طرف غيرهم ومما ذكر كذلك في هذه الأبيات العالم وذام حال وحدوط العالم العالم هو الخلق كله العالم هو الخلق كله كل ما سوى المولى والتبارك وتعالي يسمى عالم لأنه علامة على وجود مولانا تبارك وتعالى كذلك مما ذكر في هذه الأبيات الأعراض من حدث الأعراض مع تلازم إذا ذكرنا الأعراض جمع عراض لابد من ذكر الأجرام جمع جرم والجرم قبل أن نعرف العراض لا بد من تعريف الجرم لأن العراض لا وجود له بدون محله وهو الجرم أو الأجرام الأجرام أو الجرم هو الشيء القائم بنفسه الذي يتخذ شكلا ما في فضائم كشخصي فأنا جرم أو جوهر جوهر بمعنى الجسم لأن الجوهر ينقسم لقسمين إلى مركب وغير مركب فالمركب يسمى جسم وغير مركب يسمى به الجوهر الفرد إذن فالجرم أو الجوهر هو القائم الشيء القائم بنفسه كل شيء في الوجود يتخذ شكلا ما يتخذ في فراغ ما وجودا فهو الجرم أما الأعراض الأعراض هي الأشياء القائمة بغيرها الأعراض لا تستطيع أن تقوم بنفسها لا تستطيع أن تقوم بنفسها لكي تكون موجودة لا بد أم تتجلى في غيرها مثال كالحركات كالحركات والسكانات كالحركة والسكون الحركة والسكون عبارة عن أعراض لا تستطيع أم تعرف الحركة أو السكون إلا إذا إذا وجدت بالجرم واحد يقول لك الحركة يقول لك الحركة أن يتحرك أن تتحرك أن تسكون كيف تستطيع أن تفهم الحركة أو السكون إذا تحرك الشيء فتلك هي الحركة إذا لم يتحرك فذلك هو السكون هل الحركة تستطيع أن تعبر عن نفسها بنفسها والسكون يستطيع أن يعبر عن نفسه بنفسه أبدا لا تستطيع أن تعرف معنى الحركة والسكون إلا إذا كانت موجودة في الأجرام فهي متلازمة للأجرام ملازمة لها لا تستطيع أن تنفك عنها مثال آخر من الأعراض الألوان كالبياد والسواد البياد لا يستطيع أن يستقل بوجوده لكي تعرفه وتعلمه لا بد أن يلتسق بالجرم مثلا بالحائط أو بالإنسان أو بأي شيء من الأشياء فأنت لا تتعرف على البياد إلا من خلال وجوده في الأجرام ولا تستطيع أن تتعرف على السواد إلا بوجوده كذلك في الأشياء في الأجرام فلا يستقل العرض بنفسه لا بد أن يلتسق في غيره لكي تستطيع أن تعرفه كالحركة والسيون والسكور عفون وكذلك الألوان إذن هذه بعض الكلمات التي وردت في هذه الأبيات أما معنى هذه الأبيات فلسنتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة